سلام عليكم ابو عبيدة بلقن جيش الاحتلال درسا قاسيا وبيخرج بتصرحات قوية جدا للكيان الاسرائيلي وبيعترف بهزمة الكيان والقيادة المصرية في مواجهة سياسية جديدة مع اثيوبيا وامريكا وكتائب القسام وحزب الله اللبناني لقنوا الكيان درس علم على القيادة العسكرية للكيان والولايات المتحدة بتعترف بفشلها امام ايران حلقة النهاردة صديقي حلقة نارية من العيار الثقيل فتابعوني للنهاية علشان نعرف اصل الحكاية مع برنامج اخوكم حكيم مصر وما تنسوش حضراتكم تعملوا اشتراك واعجاب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بطلب من ده من خواتي كلها اللي بتسمعني عشان والله العظيم احنا فعلا بنتعب في اعداد المحتوى ده وتجهيزه لعرضه لحضراتكم اهلا بيكم في زل الظروف والازمات اللي بتحصل في العالم مصر بتحمي امنها القومي وبتأمل للمواطنين حياة طبيعية ومن اهم القضايا السياسية اللي مصر لازم تلاقي فيها حل جزري وفوري هو موضوع سد النهضة والقرارات اللي ممكن تترتب على المشروع ده كشف عدو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الاستاذ عارف غريب بعض المفاجآت والمخططات الامريكية اللي تسببت في الازمة دي صرح الاستاذ عارف غريب ان امريكا هي اللي وضعت الحجر الاول في سد النهضة حيث ان السلطات الامريكية حطت خط طويلة المدى لبناء 33 مشروع على نهر النيل علشان يضمنوا ان الدول العربية الكبرى زي مصر تفضل في صراعات وحروب وما تعرفش تعيد بناء نفسها مرة تانية واكد الاستاذ عارف ان كان من المفترض ان يتم بناء سد النهضة بحجم اقل بكتير جدا من الحجم اللي وصل به حاليا يعني بالعرب كده يا صديقي ساعة السد ده كتل مفترض تكون 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 مليار متر مكعب ولكن اثيوبيا تمادت في بناء السد وحاليا اثيوبيا بتستغل حرب غزة وانشغال الدول علشان تزيد من ساعة السد لكن الرئيس السيسي فهم كويس اوي الهدف من المخطط ده وبيتواصل مع كل دول العالم عشان يوقف اثيوبيا عند حدها ويحمي امن المياه المصرية خلي بالكم احنا فعلا في حصار وحرب كمان اقتصادي قوي جدا فلازم نبقى وعيين للكلام ده وفهمينه عشان امن بلدنا دي ننقل بقى الخبر التالي هو اتهام الولايات المتحدة لايران انها اشتركت في هجمات الحثيين على سفن البحر الاحمر وبتدعي ادارة بايدن ان ايران بتدعم اليمن وبتوفر طائرات مسيرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تيكتيكية للحثيين علشان ينفزوا هجمات شرسة ويهددوا امن الملاحة البحرية في البحر الاحمر ادعاء الولايات المتحدة ده بسبب تعرض سفينة تجارية تابعة لاسرائيل لهجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة في بحر العرب بالقرب من الساحل الغربي للهند والهجوم ده ادى الى حدوث حريق في السفينة وطبعا كل المعدات والبضاعة اللي في السفينة اتدمرت بالكامل ونشرت القناة نشر الاسرائيلية ان الهجوم تم بطائرة مسيرة تم اطلاقها من ايران وصرح وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان امريكا اطلقت عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الاحمر من هجمات الحثيين على السفن التجارية التابعة لاسرائيل والحقيقة جماعة ان كلنا عارفين ان امريكا مش هتقدر على ايران ولا حتى هتعرف تلوي دراعها عشان توقف الهجمات لان ايران عندها بعض التحالفات والاسلحة الفتاكة اللي امريكا زيت نفسها خايفة منها ودخول امريكا في حرب ضد ايران هيكون زي المصمر الاخير في نعش العم الامريكي يعني ببساطة كده صديقي كل ما امريكا مش هتاخد خطوة الحرب ضد ايران الا في حالة الضرورة ومش اي ضرورة ضرورة القسوة قوي وادي صورة قدام حضراتكم ونرجع مرة تانية لاغبار غزة حيث اعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام ابو عبيدة ان المقاومة الفلسطينية قصف التل ابيب بالسواريخ ردا على تنفيذ جيش الاحتلال بعض العمليات العسكرية العنيفة بالقرب من بعض المستشفيات اللي بتضم مجموعة كبيرة جدا من الفلسطينيين ونقلت القناة اللي اتنشرها الاسرائيلية عن جيش الاحتلال وانهم بيتعرضوا لاقصى الهجمات منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة واعلن جيش الكيان عن مقتل 15 جنديا وضابطا واصابة 44 اخرين عشرة منهم في حالة خطرة يا رب كريم ان شاء الله دعوتكم كده ودعمكم لينا دايما عشان حلقات فلسطين واسرائيل صدقوني قصة من بالله ما كلام مش بتوصل لاي حد فعاوز حضراتكم تأكدوا معايا على دعمكم للحلقة مكملين في نفس الخبر بس هنحط الصورة دي قدام حضراتكم عشان نشرح عليها اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان اسرائيل بتدفع تمنا باهظا في الحرب اللي بتحصل في غزة ووصفت وكاية اسوشيتة بريس في اخر تقرير ليها ان اعلان جيش الاحتلال عن مقتل الجنود في غزة بانه اعلان هزيمة مبطن وان الهجوم اللي اتعرضت ليه تل ابيب واحد من اعنى في المعارك منذ بدء اسرائيل هجومها البري على القطاع وصرح نتنياهو ان جيش الاحتلال انسحب من بعض المناطق المركزية اللي وصلوا ليها في الايام الاخيرة بسبب تعرض الجيش الاسرائيلي لخسائر لا حصرة لها اتركزوا جويس يا جماعة كويس قوي عشان تعرفوا حجم الخسائر اللي بتعرض ليها الكيان ولنقدر ان نستخلصوا من هذا الخبر اعزائي المشاهدين ان المقام الفلسطينية مازالت قادرة على الدخول في معارك شرسة مع جيش الاحتلال رغم عرب الوحشية المستمرة عليهم وعلى المواطنين الفلسطينيين اعلن حزب الله اللبناني انه استهدف مبنى سكني ومستوطنة ايفيفيم الاسرائيلية مما ادى الى حدوث اصابات خطيرة جدا لبعض المواطنين الاسرائيليين ونشر الاعلام الحرب اللبناني وسائل اعلام اسرائيلية مقطع فيديو بيوضح مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية ومستوطنة ايفيفيم قرية منطقة صلحة لبنانية المحتلة وبالتحديد عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وصرح حزب الله اللبناني انه منفزوا الهجوم ده لدعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وردا على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على القرى والمنازل المدنية اللبنانية وصلت معايا الحد هنا فانا بشكرك جدا حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج اخوكم حكيم مصر وكان معاكم انا احمد الحكيم بشكركم جدا لدعمكم ووقفكم معانا وربنا سبحانه وتعالى ينصر فلسطين اللهم امين ويحفظ كل بلادنا العربية اللهم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته